خلينا أقول لحضراتكم ماذا قررت إدارة النادي الأهلي لأنه من الصبح نمتابع كل السوشيال ميديا وكل الأصدار تتكلم إدارة النادي فين؟ من اللي بيحصل؟ النهاردة أو قبل قليل قررت إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى صباح غدا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك كلها غير حقيقية تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح غدا لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم الجمعة المقبل في مركب محمد الخامس يطالب الأهلي في شكوى باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية قد حدث ذلك عند مباراة عند ملاقات الأهلي مع الترجي التونسي في نهاية دور الأبطال عام 2018 وكذلك عند لقاء الأهلي لشقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات في هذا العام ده قرار إدارة النادي الأهلي ودي الخطوة بتاعتها باش منس الخطوة يا أستاذ إبراهيم وده نتيجة عدم الحساب الصغيرة فوصلت يعني لما تشوف التاريخ الممنهج في إفساد علاقتك بالإسماعيلي لما بقت ثقافة وكأنها حقيقة ثم من نفس الشخص والأشخاص الوقيع بينك وبين المحلة قبل حادثة بورس عيد وبينك وبين بورس عيد ثم هتوالى الضغط ومع كل يعني إخفاق وانتصار وانطلاق النادي الأهلي تجد هذا الخط وهذا المنهج وهذا الأسلوب وبعدين الخطورة انتقالوا الآن إلى خارج الحدود إلى الأشقاء زي ما البيان بيسرد ده مش حاصر ده أمثلة الترجي والهلال والآن الرجاء وقبلها الكثير وعلى فكرة هو يعني ممكن يكون بيبدأ ولكن وراءه مجموعة بتتلقف وتركز يعني لما الناس يعني تصرح مش تلمح ان اتصل بينا فلان المعد بتاع فلان وقال لنا الكلام ده أم الرجاء ولا يحدث شيء لا يحدث شيء ولا يحدث حساب ناصر اللي احنا فيه احنا رايحين دلوقتي مع أحد الفرق اللي بيننا بينهم وبين جماهيرنا احنا وهم كما كان بين الترجي ثم عادة الحمد لله آه فيه منافسة لكن مين قال ان المنافسة تخلق عدوة مين قال اللي قال يعني اخوان الشياطين صحيح